المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صدفة البعض خرج التقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ما يسمى بلينيت يعني الناس الذين لا يوجد كوين ولا يوجد شغل وهم شباب أتمنى الله أنه الضفية وأنه عادية لا شيء الضفية التي تطلقها مع البيلان الميموندا وإلا هذه الإشكالية ستطلقها في المؤسسات الدكتورية ولكن يضرر أن أعطيهم البنفيس هذا فقط نقول لكم بأنه هاجس كانت تقاسمه مع المجلس ولكن سمحوا لي ماشي ديال اليوم يعني لم يجلبوا لنا شيء جديد هذا أربعاد المليون أنا إلا سمحوا لي يمشيوا فقط ١١٤٨ لذلك كنت كنت نوجد برامج الحزب مصار التقام هضرنا على أدلينيات وهضر على خمسة المليون الناس وهضرنا على أربعان للشباب الإشكالية التي يخرجون من المدارس هذه ٢٠٠٠٠ ألف تقريباً التي تخرجون من المدارس أو من المدارس لا يعملون من المدارس ولا يعملون ولا يعملون وهذه إشكالية وإشكالية فأنا كنت أتمنى أنه الجديد هو أن تكلموا عنهم الجديد هو القوة والحلول كنت أتمنى أن نشط الحلول التي يجلبهم من المجلس غير مقنعين لا نستطيع التقريب أنا كحكومة ولكن لابد أن نذكر أنه لم نكتفين بتسخيص إصلاح منظومة التعليم وهو هدف تقليص بالنسبة للحضر المدرسي بالطبع 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 والإدوكات وهذا 250 وهناك التي تخرجوا كل عام نريد أن يكون لا تخرجوا لذلك هذه هي في إصلاح المنظومة التعليم و ما سنقوم بها؟ ما سنقوم بالنقل إطعام المدرسي الداخليات وبرنامج الدعم المدرسي لأنشطة الموازية كان واحد العدد المدرسي المدرسي وهذا ستجعل أن هذا العدد نقص على الأقل بالطبع ثانيا استثمار في المدرسي يعني الفرصة الثانية التي كان من قبل ولكن اليوم نعود نزيد المدرسي وهذه السنة تم خلق 16 المركز الجديد وتم رفع عدد المستفيدين 10% للوصول تقريبا 80 ألف مستفيد هذه المدرسة لدوزيان المدرسي لا يوجد أي شيء في نيادة يجب أن يدخل لتعلم ما يصنعه ويجب أن تحقيق نتائج مهمة لتقليص الفوارق المجالية واجتماعية حيث ترفع المعدل والتمدرس للفتاة القاروية التي تبلغ 60% بالمناطق المستهدافة وهذا الذي يدل علىهم هذا البرنامج البرنامج بزيادة بنسبة 15% مقارنة مع سنة 2017 إطلاق استراتيجية المغرب الرقمي 2030 الذي جاء إن شاء الله في هذه الأسبوع المقبلة المغرب سيكون لديه استراتيجية رقمية مضبوطة التي ستتحرك لعدد الشباب وهذا من الكردين نحاول أن نكون مع المغرب الرقمي 100 ألف شاب سنويا في المجال الرقمي عوض 14 ألف سنة 2022 ووضع هدف تشغيل 240 ألف في القطاع الوطني الرقمي في المستقبل إن شاء الله وكذلك كانت تعميم المدن للمهن والكفاءات وانطلاق الدراسة فربعة وتعزيز تشغيل الصفوف الشباب في ضل ظروف الأزمة والمستقبل في المستقبل وأننا لم يكن نحن وقد كنت مستقبل نحن لأن نا مستقبل وقف مع الحركة الكوفيد وقد بمقابل نحن لتأخذ لتأخذ اختصار بل ولكن نرى أنه لا يستطيع عاماً إذا كان لدينا الفرصة فإنه انتهى في السنة الماضية نحن برنامج الأواش سوف يقوم بشوية بشوية سوف نقص لأنه يجب أن نعطيه لهم لكي يعمل ولكن يجب أن نعطيهم الإمكانيات وهذا العدد من هذا الناس من 50 ألف تقريباً من هذا الاجتماع لقاء الخدمة من بعد يعمل وهذا شيء جد إيجابي ولا علاقة لهذا الشيء مع برنامج الفرصة لأنه لم يكن يتحدث بأنه لم يكن يتحدث خمسة أو بعض المليون والناس لا يعرفون هذا برنامج محدود للشباب الذين لديهم الإمكانية ويجب أن يكون مستثمئ ويجب أن يأخذ الريسك ويجب أن يشتغل يأتي 21 ألف يعني مقاولة وكوبراتيذ التي استفدت من هذا البرنامج الفرصة ولكن لكي نختاره 21 ألف 300 ألف لإحطات الدوصة لها لا يمكن أن نقول بأنه لا يمكن أن يكونوا برنامج برنامج 300 ألف مقاولة قالت أنا أريد أن ندخل هذا البرنامج يعني هذا بعد برنامج وهو جد إيجابي موسيقى 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 موسيقى